بسم الله الرحمن الرحيم تحقم فهمك ثلاثة تدفع شركة ليعدد تدول الورق 25 ريال عن كل صندوق من ورق يتم إحضارة للشركة ولا تدفع أي شيء مقابل أي صندوق غير ممتلئ بالكامل اكتب الدالة التي تمثل هذا الموقف ومثلها بيانية طيب هنا في شرط مهم جدا الشركة لا تدفع أي شيء مقابل أي صندوق غير ممتلئ بالكامل إذن لازم يكون صندوق ممتلئ علشان تدفع 25 ريال طيب إذن الشركة لا تدفع أي شيء مقابل أي صندوق غير ممتلئ بالكامل إذن الشرط لازم يكون صندوق ممتلئ بالكامل طيب إذا كان صندوق ممتلئ بالكامل إذن رح نبدأ الفترة بهذا الشكل صفر أكبر من أو يساوي X X أكبر أصغر من الواحد هذا إذا كان صندوق كاملا أما إذا كان صندوق كامل أو غير كامل رح نكتبها بهذه الفترة صفر أكبر من X أكبر من أو يساوي الواحد هذا إذا كان كاملا أو جزءا من هنا في هذا السؤال لابد أن يكون الصندوق ممتلئ بالكامل إذن رح نأخذ هذه الفترة إذن رح نقول هنا X هنا FX فترة الأولى من صفر إلى الواحد فترة الثانية من واحد إلى الثنين فترة الثانية من الثنين إلى الثلاثة فترة الرابعة من الثلاثة إلى الأربعة فترة الخامسة من الأربعة إلى الخمسة طبعا هذا اليوم الأول اليوم الثاني الثالث الرابع الخامس طيب في اليوم الأول من بداية اليوم الأول إلى نهاية اليوم الأول في هذه الفترة ما رح يكون صندوق كامل إذن نقول صفر في بداية اليوم الثاني رح يكون صندوق اليوم الأول السابق كامل وقيمته كامل 25 في اليوم الثالث خلاص رح نزود 25 على كل يوم 25 زائد 25 50 50 زائد 25 75 50 زائد 25 200 إذن الدولار رح تكون بهذه الصورة إذن نقول Fx نبدأ الآن بتمثيل هذه الدالة وقيمة صفر في الفترة ما بين الصفر أكبر من X أصغر من الواحد قيمة 25 1 أكبر من X أصغر من 2 50 في الفترة ما بين 2 و 3 75 في الفترة ما بين 3 و 4 100 في الفترة ما بين 4 و 5 نبدأ الآن بتمثيل بياني هنا X وهنا Fx هنا 1 2 3 4 5 هنا 0 25 50 75 100 طيب نبدأ الآن بتمثيل الفترة الأولى أو اليوم الأول اليوم الأول من 0 إلى 1 عند القيمة 0 من 0 إلى 1 عند القيمة 0 إذا ستكون على خط X الأولى مضلغة والثانية غير مضرورة بهذا الشكل اليوم الثاني من 1 إلى 2 عند القيمة 25 من 1 إلى 2 عند القيمة 25 القيمة 25 لون مضلغة دائماً في هذا الشؤال والثاني غير مضلغة يوم الثالث بالفترة ما بين 2 و 3 2 إلى 3 هنا عند القيمة 50 اليوم الرابع من 3 إلى 4 عند القيمة 75 لون مضلغة دائماً في هذا الشكل اليوم الخامس عند أربعة في الفترة ما بين 4 و 5 عند القيمة 100 إذن هذا هو التمثيل البياني وهذه طبعاً الدالة ترجمة نانسي قنقر